السلام عليكم طلابات العزاء اليوم سوف يكون موضوعنا الفصل الرابع والمتمثل بالجمال الشرطية تعتبر جمال الشرطية من أهم الأوامر التي لها القدرة على اتخاذ القرارات وتستخدم في معاملات المقارنة ويتم تنفيذ أو عدم تنفيذ الأوامر بناء على صحة الشرط الموضوع إذن ما الفائدة من استخدام الجمال الشرطية؟ رقم واحد اتخاذ القرارات وتستخدم في معاملات المقارنة رقم اثنين تنفيذ أو عدم تنفيذ الأوامر بناء على صحة الشرط سوف يأتينا السؤال الثاني إذن أوكي ما هي صيغ هذه الجمال الشرطية؟ هناك عدة أنواع من هذه الصيغة أول نوع هو ما يعرف بالصيغة العامة الصيغة العامة اللي هي تكتب كالتالي الصيغة العامة من حل نجي قريب نكتبها رح تكون متمثلة من F إلى ذن ورح تتمثل وتكتب في سطر واحد شون تجي تكتب طلاب العزاء؟ رح تكتب هاي الصيغة A رح يكتب الشرط الذي يحقق then ومن ثم الجملة أوكي الجملة في حالة تحقق الشرط الجملة في حالة تحقق الشرط طلاب تنويه بسيط قبل أن نبدأ ونكمل في الصفحة الأولى بهذا الفصل اللي هو الفصل الرابع للجملة الشرطية رح تلقون كودات من تجي تنفذها يحد تقول لا هذا كود ما دا يتنفذ لا طلاب انتبه هذا هو مثال لكيفية كتابة الكود ضمن مجموعة من البرمجة فبالتالي رح ياخد صيغة هذا البرنامج فبالتالي يتم تعديل عليه إذن هذا الكود الموجود بالصفحة الأولى خاصة للفصل الرابع مو خطط وإنما كتب على أساس الصيغة لأن احنا عندنا نجموعة من الصيغة عندنا أربع صيغة فبالتالي احنا كتبناها أو كتب هذا الكود على أساس الصيغة مفهم طلاب بس من أجي أريد أكتبه كبرنامج مثل ميسا رح نجي نشوف لا رح ينكتب بصيغة ثانية مفهم أرجو أن بس تتميزون ما بين أن أنت تكتب صيغة صيغة قانون خلي نقول وما بين تجي تطبق عليه فأكو خطوات سابقة وخطوات إيش لاحقة مفهم طلاب فحسب الكود الموجود في المنزمة مثل ما يقولون فهو إذا كانت مثلا السي أكبر أو يساوينا خمسين إذن ثان تكست وان شي ساوينا ناجح رح نطبق هذا الشي هذا هو هنا أنا الصفحة رح نجي بالبداية أنا شو هساوي ناخد أول شي تكست لعملية إدخال القيم تكست لعملية إدخال القيم طبعا رأسا نطبق عليها البرو بارتيز هنا نشلنا الاسم نقدر هنا نصعد لفوق على مودة نروح الالايمنت نخلي القيمة اللي راح نكتبها راح تكون بالسنتر نروح مثلا على الفونت هذا الفونت اللي أنا مثلا أريده بولد أريده بحجم مثلا 18 أقدر أروحي هنا على الفونت كيرب من حتى تدخل القيمة ممكن أنا أخليه مثلا باللون الأحمر حتى من تبهر هذا الرقم واحد أيضا أحتاج كومانت هذا الكومانت كيف يفيدني؟ يفيدني أنه على أساس أنه النفذ فرح نكتب هنا الشرط أوكي هنا راح نكتب الشرط هاي أول صيغة كتابة الشرط نخليه هنا أوكي نكبره ونفس الحالة مباشرة نقدر نطبق عليه مثلا 3Dimation أنا مثلا أريد بالنسبة للفونت أريده مثلا أكبر أريد مثلا اللون مالته نقدر نعدل عليه أوكي أوكي فمثلا هنا هسا الفونت أنا أحتاج مثلا أيضا بال أيضا 18 هذا أوكي شوفوا هناك كبر المهم أريد أنا أخرج القيمة فبالتالي أيضا أحتاج إلى تكست أوكي أوكي سواني هسا هذا هناك تكست سأجي أطبق عليه أيضا على ما تعلمناه من الـ properties مثلا هنا الإسم نشيله مباشرة حتى تتفرغ مثلا أنا أريد النتيجة ستظهر بالمستصف أحتاج أنه اللون أوشي خلي نشتغل بالخطوة الحجم أيضا 18 أحتاج اللون خلي نبول أيضا خلي نسويها المرة مثلا باللون الأزرق النتيجة راح تخرج هل سا نسويت التصميم هسا جدي مسألة كتابة الكود طبعا هسا طلاب لو أكتب الكود الموجود هنا بالملزمة راح يكون غير شي فمثلا جاي أكبر ويساوين أش خمسين ذين تكست وان شي سا يعني شاح يكون حيكون بهاي الحالة ناجح أوكي زين هسا احنا كتابة الكود الموجود وين بالملزمة لقلنا عليها بالبداية بالتنوين من أجي يكتب لها سا المفروض مثلا خمسة وخمسة هنا أقول له أوكي ما راح ينطيني أي شي هنا ما راح ما تعرف هو من هي هنا نجي ما مفهمها من هي جي زين أوكي انت هاي القيمة اللي هي جيب انت التكاتب اللي يجي هي أكبر هاي ساقولنا خمسين بس وين الشرط هي وين حتدخل وين حتخرج فبالتالي إذا مفهمها هذا احنا جلنا قلنا طلاب على كيفكم هي عبارة عن إيش هي عبارة عن كود هذا اللي يبين طبيعة القانون أو الصيغة بس من أجي كتبة داخل البرنامج راح يتغير فلهذا سأني من حاجي حس حكتب أنا كتبت له أوكي هي جي بس أوكي أنا غيره وش يعرف له هي جي هي أصلا من هي جي هي عبارة عن الباليو المن للتكست المن آسف آسف أوكي الجي هي المن هي ساوينا قيمة الباليو المن للتكست وان فبالتالي هنا نجي نكتب تكست طبعا دوت تكست إلى آخر بس ما راح نكتب بعد احنا هذا الشي لان بعض تعلمنا الامتدال هلس طلاب لو أجي أريد أنفذ هو هنا أيضا راح يطلع لي خطأ بس ليش بس خلي نكمل حقول له أوكي نفذ أيضا مع ونخرج خرج نفس المكان لان أنا جي قتل طلاب بقى نتبع علي أنا قتلت رهي جي هي عبارة عن قيمة المن التكست وان إذا نخرج لي وين بالتكست وان تدري أحنا من نجي نشتوى ببرنامج يعني إحسا أنت مهما كانت تجاهك مهما كانت شهاتك التي تتعلم إلى آخره تهدي تبرمج أنت المفروض الفينيشين ما تكوى الأساس فبالتالي هنا صعبة يعني طلعت النتيجة وخرجت بنفس المكان بجوز ما يعجب هذا صاحب الشخص اللي تريد تبيع له أو ترويج له هذا البرنامج فبالتالي هو يعتبر طبعا هنا هو خطأ برمج فبالتالي إذن أنا المفروض أقول له هنان إنت خرج يالي وين بالتكست هسا تعال نفذ حتى يكون واضح قدامي الشخص الذي يبرمج أنه هو العفو الذي يستخدم أنه مثلا مندخل قيمة 66 وده سعى الشرط رأسه نشقله قلنا ناجح أوكي وهذا صحيح زيان طلاب العزاء طبعا طلاب العزاء هل هذا البرنامج يعني أوكي بيرفك طبعا لا ليش مو بيرفك بشكل عام طلاب إحنا عدنا بالشروط هو إذا مناجح إذن هو إيش إذن هو راسب هنا أنا حقق لي شرط أنه هو مراس يعني إذا مناجح هينطين راسب يعني ده بمعنى آخر إذا آري قلت له قيمة 33 اللي نفرح وقل له أوكي ما رح يفهم ليش ما رح يفهم بكون لأنه افتهم حالة وحدة إنه هي من 50 فأعلم ما يعرف القيم اللي جوها فبالتالي هنا هنا أكو نقص بالبرنامج إحنا هنا ندي نتعلم خطوة خطوة هاي هسا مثل ما قلنا هاي الصيغة الأولى هاي إيش هاي الصيغة الأولى رح نجي نشتغل على الصيغة رقم 2 اللي هي إذا كانت if then and if هاي شا تفيدنا طلاب هذا يعني إنه هنا البرمج رح تتكون من حالتين يعني إذا كان مثل ما يسق بشوية لقلنا الجاي أكبر فإن الجملة ورح تيجي جملة أو مجموعة من الجملة هي تحقق الشرط وبالتالي رح ينهي فبالتالي الصيغة من أجي أكتب المفوض كبرمج هيكون if هيجي وراها الشرط ومن ثم than ومن ثم الجملة أو مجموعة الجمل التي تحقق الشرط إذا كانت تحقق الشرط فإذن إيش إذن هي and it أوكي إذن هذه هي الصيغة رقم اثنين رح نطبق هاي الصيغة بنفس المثال اللي هسا احنا اشتغلناه اللي هو هسا هذا هنا كانت الصيغة كلها وين مكتوب الشرط وتحقيق الشرط كلها مكتوب وين مكان واحد هسا رح يفرق رح نشوف شو رح نشتغل فش رح تصير هنا الفرق سيكون هذا إذا كانت باعوا هنا جاي تساوي الـ تاكس 1 هنا شح يصير اكبر او يساوي النا 50 ذين إذن تاكس 2 شي يساوي النا ناجح هذا اللي فرق فرق انه الصيغة الثانية يشتغل على اساس انه يتكون من سطرين تكون من سطرين ليش ليش لوجود جملة او عدة جمل تفصل ما بين الـ ذين وبين الـ مفهوم طلاب لان اهنان ابعد هي ما خلصت لان هو شي جديد اللي انضاف الي اهنان شي جديد اللي هو انضاف الي اهنان المفروض هسا اش رح هسوي هسوي انه ان اث فرح نيجي نيجي نكتبها اهنان اند اف اللي هو نهاية هسا هاي البرمجة بس انتبوا عليه من اكتب اهنان طلاب شوفوا اهنان من حين فداتو رابعو هو رس نصلح لي قال لي لا ترا هي الاند وال اف هي مفصولات مفهوم طلاب العزاء هسا نجي انطبق هه راح يختلف عن السابق اوكي هنقول او مجموعة من الجمل من الممكن هي اللي تحقق الشرط ولازم ينتهي بيمن باند اف الصيغة الثالثة طلابي العزاء هاي الصيغة هي عبارة عن اف ذين ايلس اف ذين ايلس طبعا ايلس وهي وإلا اهنان طبعا ايضا تجي في حالة وجود شرطين او اكثر اوكي شون اجي راح اكتب الصيغة الصيغة راح تكون كالتالي كل المعتاد اف ومن ثم الشرط ذين راح نكتب الجملة راح نكتب الجملة او مجموعة الجملة في حالة تحقق الشرط ومن ثم ايلس يعني كأنه وإلا راح ينطيني الحالة الثانية في حالة لم يتحقق الجملة الأعلى حينطيني الجملة او مجموعة من الجمل في حالة عدم في حالة ايش عدم تحقق الشرط ومن ثم and if راح نطور اذا راح نيجي هنانا راح نحاول نطور هذا الكود الموجود هسه امامنا فشاح يصير هو نفس الحالة البداية مات انه جاي تساوينا الفاليو الملي text1 فاذا كانت اكبر او تساوينا خمسين اوكي خمسين then اذا text2 هو عبارة عن ناجح بس هنكمل احنا هسه هو بهاي الحالة اما في حالة اما في حالة انه ما تحقق هذا الشرط اللي هو ناجح اذا اكو شي جديد اللي هو هالمرة شنو اللي هو else راح ينطيني حينطيني اذا text2 شي ساوي لطلاب الاعزاء راح يساوي لراس ومن ثم ال end اه راح نجي نطبق هذا الحجي اذا كان طالب ما اخذ 88 فاذا هو شرط ناجح اما اذا كان ما اخذ 23 فاذا هو شرط راس اذا 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 نفتهم الحالات الشرط يعني الحالة الاولى اللي هي تتكون من سطر واحد وبالتالي لها شرط واحد هو المفروض يتنفر مثل ما اذا كان اكبر او يساوي 50 50 فاذا هو ناجح الشرط الثاني لا انه او هو ممكن جمعة او مجموعة من الجمل يعني بينقوس اذا كان اكبر او يساوي 50 then اذا text one ايش هو ناجح and if انهي الموضوع الصيغة الثالثة اللي هي if then else اذا متى ناجح اذا اكبر حالة ثانية وإلا هو هيكون ايش راسد فلهذا الشرح يصير اولا if الشر then بعدين الجملة ومجموعة الجملة التي تحقق الشر اما اذا ما تحقق هذا الشر سيكون else ومن ثم مجموعة الجملة التي يعني تتحقق في حالة عدم تحقق الشر الاول الموجود في اعلى ومن ثم end if هاي طبعا يا صيغة هاي هي الحالة او الصيغة الثالثة اوكي زين وراها يعني الصيغة الرابعة شون راح تكون الصيغة الرابعة هنا معناته اكو مجموعة من الشروط هي اللي ممكن ان تتحقق فلهذا ليجب ان نراعي ان تستخدم هذه الصيغة بحالة وجود اكثر من حالة ممكن ان تتحقق فلهذا الصيغة مالتها اشو حصير if if ومن ثم then ومن ثم else if ما عدا ذلك فان هذا معناته ما عدا ذلك فان ما تستخدم في حالة توجد مجموعة من الشروط ويمكن تحقيقها فبالتالي من اجي اريد اكتبع ماذا ستتجيني اول حالة ستكون هي if ومن ثم الشرط then سنجي على الشرط الاول سيكون هو الجملة او مجموعة الجمل في حالة في حالة تحقق الشرط الاول على ذلك شو حينطيني اذا هو عبارة عن else if حينطيني ايش هم نفس الحالة الجملة او مجموعة الجمل في حالة تحقق الشرط بس هالمرة هي الشرط الثاني اوكي واذا ما تحقق الشرط الثاني اذا ايضا هو عبارة عن else if وبالتالي شو نشتغل اذا الجملة او مجموعة الجمل في حالة تحقق الشرط الثالث الى اخر شوف احنش كم شرط انا عندي لازم بالاخير اعني اخر شرط اكتب قبل else اللي هو انهاية خلاص اذا ما تحقق انها لن يقول لهم فاذا هو else فشحي كل هيكون الجملة او مجموعة الجمل في حالة عدم تحقق الشروط السابقة كلها الشحي انطيني وراها حيكون اكيد لازم انهي باند ايه طبعا طلاب لازم اكتب ملاحظات لازم نفهمها حتى نطبق هذا الصغر الرابع الملاحظات لا داعي لكتابة الامر else في حالة عدم الحاجة اليها بمعنى اخر انه اذا انت ما عندك عدة شروط فاذا خلاص ما يحتاج تكتبها لا داعي لكتابة الامر else في حالة عدم الحاجة اليه ايضا اذا ما عندي شرف نهايته فبالتالي شنو الداعي اللي انا استخدم لطلاب هاي حتى نقدر نطبق هذا المثال يعني الصيغة الرابعة بالاحرى راح ناخد مثال اللي هو موجود امانكم مثال رقم اربع مثال كون كون مشروع يطلب من المستخدم ادخال درجته في مادة البرمجة وعند ادخال الدرجة يعطينا البرنامج التقييم تبعا للجدوال التالية قبل ما بوعد جدول افكر هو اشتري من عندي ادخل درجة واخرج تقييم اذا لو خلي شي عالسري كما يقولون نسو التصميم اذا هو ادخال الدرجة وحنا لازم الشرح يقابلها راح يقابلها اخراج الدرجة طبعا حتى يقدر ادخل ومثم اسوي اخراج احتاج ايش احتاج هنا كوماند هذا الكوماند على ايش حتى ينفذ هذا تصميم اول بسيط بس حتى يكون التصميم افضل انا لازم شا سوي خلي اخلي طبعا هذا text وان وهذا ايش هذا text تو حتى كل مطل الاخراج والترتيب اضبط واحرى حخلي له لابل لابل وان وهنان اخلي له لابل 2 شنو الفائدة من هذول الابل اهنان حتى المستخدم او الناظر اللي يشوف البرنامج مباشرة يفهم انه هذا text هو ايش لادخال الدرجة وهذا text لاخراج ايش التقييم فاذا التصميم حسب ملا شوفه امامي اوكي خلي هذا التصميم اولي خلي امامنا يجي نكمل السؤال الدرجات طبعا اهنان شون صارت من طين العلامة ومن طين التقدير ايش داي يقول لي كأنه انتبه انا شون مفروض اقراه المفروض المبرمج شون يقراه اذا كانت الدرجة اكبر او تساوي تسعين فاذا ممتاز اذا كانت الدرجة من الاثمانين الى تسعة وثمانين وتسعة بالعشرة اذا هو جيد اذا كانت الدرجة من سبعين الى تسعة وسبعين تسعة طبعا انا جيد جدا ااسف من سبعين الى تسعة وسبعين وتسعة بالعشرة فهو جيد من ستين الى تسعة وستين وتسعة بالعشرة ومتوسط وإلى إذن هنا نطلع كل مرة هو عبارة عن إذا كان فإذن هو كذا إذا كان فإذن هو كذا كم حالة عندي عندي واحد مئة ثلاثة أربعة خمسة ست حالات فبالتالي أكيد هستخدم الحالة رقم أربعة لينبيها شروط متعددة لينبيها إذا يعني اللي هي الف ذين الف فإذا ما تحقق الأول اللي هو التسعين يتحقق الف الثاني اللي هو 89 فإذا ما تحقق الثاني حيتحقق الثالث اللي هو من 70 إلى 79 وهكذا عرفت طلاب أن شون عرفت أنه هنا شرح استخدم من كودات ليش استخدمت الف وليش استخدمت الصيغة رقم أربعة مو الصيغة الأولى والثانية والثالثة بكون أنه في كل حالة هنا ينطيني أكثر من شرط أوكي نجي هسا خلي نسوي التصميم ووراها رح نبدي كتابة الكود ما لبناه فمن نجي فمن نجي نشوف التصميم نطبق على البرنامج هذا مثل ما اتفقنا شو راح أسوي أنا حقول أوكي التكس الأول اللي هو لإدخال العملية القيم يعني هنا حصير القيمة بعديا أنا أحتاج تكس ثاني لإخراج طبعا تكس أو كيف يعني القصد سوف يفضل هنا طبعا إيش تكس بالنسبة لي هذا أوكي تكس شو أحتاج أنا حسا أحتاج نانا كمان على مود أنفذ الشرط في هذا مباشرة أجي أكتب هنا يعني التقدير ومثل ما اتفقنا من الممكن أنا إيش أشتغل أشتغل هنا لابل هذا اللابل اللي هو شي يقول يقول الدرجة هنا مرات الصير والبرمجة يعني كلغة عربية يعني انتبهس على الدرجة شوفوا هنا إيش طلعت وهنان واضحة اللي هي كلمة الدرجة بس هنا إيش نين هذا نقص باللغة العربية بالتحديثات المهم مين عم في بعض الأحيان وهنان هنخلي لابل هذا هذا اللابل الثاني طبعا أيضا أشيل هذا إيش رح يصير هنا هيصير التقدير أوكي المهم هسا أني كملك هسا هذا التصميم رح نجي هسا أكتب الكود بالداخل بالداخل أول شغلة أجي أكتب ها مثلا جاي تساوي نحن لغة جاي تساوي لازم نجد تساوي بالداخل بالداخل معناه تطل في كل مرة رازم بالنسبة إلي حسب التصميم مالتي أنا عندي تكست فأروح خرج بالتكست طبعا سنشوف بالملزمة هو لايبل ثري ما كو اختلاف عادي أنا هناك سويت لايبل وأنا هناك لأي أدى تكست ما كو أي مشكل بس الأهم نقطة أنه أنا ما أنسى وما أخطأ بالترقيم فإذا تكست شي ساوي نجي هس هنان نكتب كلمة ممتاز أوكي في حالة ما تحقق هذا الشرط إذا إيش رح حصير حصير else f إيش ال else f حتكون هالمرة إنه g هي أكبر من أو تساوي ال الثمانين ذين أوكي بقوا هنالا نطاني خطأ ليش نطاني خطأ طلاب الأعزاء بقوا نتبه وسأل شاء الله هنالا خطأ خلن نشوف دين طلاب لازم تفهم إنه الكثير من الاختصارات الوضاحة البرنامج والمبرمجين هي متلاسقة يعني مثلا checkbox هي مو منفصلة else f هي هنا مو منفصلة ليش حتى إنه يميز إذا كتبت أنت كلمات نرجع ونقول ما يصير نكتب بعض الكلمات اللي هي مشابهة ألم للبرامج للبرمجيات اللي مثبتة في داخلها فإذا ما كانت إذا كانت ال g أكبر أو ساوين 80 إذن اذهب إلى text to أوكي text to وش حيصاوي هالمرة حيصاوي لي جيد جدا أوكي جيد جدا وفي حالة إنه هو مو 80 إذا راح ندخل على شرط جديد هذا الشرط الجديد اللي هو else if جي أكبر جي أكبر أوكي ويساوي إن نشقد هالمرة 70 راح تكون فبالتالي then then هالمرة شنو في حالة إذا كان جي أكبر ويساوي إنا 70 إذن أوكي إذن اذهب إلى text to اذهب إلى text to وإكتب أو خرج لي النتيجة هالمرة النتيجة شرح تكون راح تكون جيد أوكي شرح تكون حتكون جيد وفي حالة ما كان السبعين شرح تكون حتكون إذن else يعني ما تحقق الشرط ما تحقق الشرط فبالتالي لازم نروح الشرط اللي بعده اللي هو else هالمرة else if هالمرة else if هالمرة else if بالنسبة إيش حتكون حتكون إنه جي أكبر ويساوي النجقة طلاب العزاء ستين then then هالمرة إيش أيضا إذهب إلى text to text to وإكتب له شرح يصير هالمرة متوسط تقدير multi متوسط وإذا ما كان متوسط شرح يصير هالمرة أيضا الشرط ما قبل الأخير اللي هو يقول لك else if جاي أكبر ما يساوي إنا خمسين ما يساوي إنا خمسين then إش لازم ينطيني لازم ينطيني الحالة اللي يقول إنه هو حيكون مالتا مقبول وين حيخرج ها حيخرج بالتكستو حيخرج هوين بالتكستو شي ساوي مقبول لكن آخر حالة يعني سنرجع بس على البرنامج جدا كتبة آخر حالة إذا كان أقل من خمسين اللي هي ضعيف إذن معنا توصلنا آخر حالة فشرح يكون إذا هو else هيكون else اذهب إلى text2 وخرج لي إنه هو شرح يكون هيكون راسب آخر حالة أنتهى البرنامج لا لأن لازم ننهي ب AND IF لازم ننهي AND IF أوكي بس خلي نشوف ما نحن أقول لها AND IF أوكي هسا نجي هسا نطبق ونشوف الكود والكتابة فإذا سأل قلت له مثلا 39 بيدينا مباشرة بالتقديرات الناصية فلا سنبع هو هنا شنطاني هو المفروض حينطين هنا البراصب فإذا ثواني حننذهب إلى النسخة مالتي الأصلية هو هذا الكود بس رح نذهب إلى النسخة الأصلية مالتي هنا نشوف معروف اللغة العربية صارت بيها بمشكل رح نذهب نهاية أوكي هذا هو مثل ما نحن كاتب رح نجي ننفذ أوكي 66 هنا مباشرة حينطين متوسط إذا رح يستمر 90 فما فوق مثل ما يقولون فبالتالي إذن لو تكتب ألف رح ينطيك أنه ممتياز طبعا هل هذا خطأ برمجي أكيد هذا خطأ برمجي ولازم هنا لهذا لازم عندك دقة من تجي تكتب الكود أحنا ستقول أوكي أنت ش من طين خطأ لا أنا مطلق خطأ حبي قلبي الآن هس فقط نتعلم نحاول نطور روحنا نعرف الأخطاء لأن أحنا مطلعنا مباشرة كل شي نفهم فبالتالي أحنا مرات نخلي هو مو خطأ هو مو خطأ لأن هذا هو أكبر أو يساوي أنه 90 هذا الصحيح هذا الشي هذا الرياضيات الصحيحة لشي أننا نعرف بالعقل الإنساني أنه هو يوصل للمية خلص بس الحاسبة ما تفهم ما تفهم أنه أنت من أكبر أو يساوي أنه 90 اللي هي الأرقام الله أعلم إلى وين هي مبرمجة هرح تعرف أنه هي توقف من المية لا هي مع دم مش كن مليار حيقول لك امتياز مفهم طلاب العزاء فأحنا هنا نطبق وشوي نتعلم ونعدل الأخطاء لأن نوصل إلى الحالة الأفضل هسا ما شفنا هذا البرنامج وطبقناه رح نجي على موضوع طلاب العزاء هذا الموضوع هو أيضا يسمى الجمل الشرطية هنا الجمل الشرطية تختلف الجمل الشرطية هنا تختلف اللي هي ما تعرف ب select اسف اللي هي select case طبعا طبعا شغلها هي حالها حال اللي هي سقط قبل شوية الحجين اها اللي هي ما يعرف بال if ومن ثم then else if بمعنى آخر هي نفس الحالة تجي متعددة الجمل ومتعددة الشروط لكن شنو الفرق ما بين هم هنا في select case ما هو حالة واحدة هاي الحالة الوحدة يكون هناك شروط متعددة واحتمالات إذن متعددة فبالتالي من أجي اكتب مالتها الشروط شون رح اجي اكتبها من أجي نكتب الشروط الأول اللي هو مثلا اوكي اللي هو select case رح نكتب التعبير التعبير الذي نريده نريده وراها رح نجي شنو الاحتمال الاول الاحتمال الاول من أجي اكتب شح يصير حيكون case اوكي اللي هو الاحتمال الاول هذا الاحتمال الاول من الممكن انه يحتوينا على جملة او مجموعة من الجمل تنفذ في حالة تحقق اوكي الشرط يا شرط طبعا او الاحتمال الاول الشرط او الاحتمال الاول في حالة ما تحقق اذا سيصير عندي case اللي هو الاحتمال ايش اللي هو الاحتمال الثاني هذا الاحتمال الثاني طلاب العزاء هو ايضا متكون من جملة او مجموعة من الجمل تنفذ تنفذ في حال تحقق الاحتمال الثاني اوكي ما تحقق الاحتمال الثاني وان حيوديني حيوديني الى كيس جديدة الكيس الجديدة اللي هي شو تمثل حتمثلي الاحتمال الثالث اللي هو ايضا جملة او مجموعة من الجمل تنفذ في حال تحقق الاحتمال الثالث الى اخره الى ان نوصل الى كيس else آسف كيس else هذا الكيس else هو بالآخر شيء اللي هو ايضا جملة او مجموعة الجمل تنفذ في حال عدم تحقق اي من الاحتمالات اعلى واكيد لازم ننهي بس هالمرة مو ب and if وانما and select او طلاب العزاء نفس البرنامج السابق نفس البرنامج السابق اللي اشتغلنا عليه بس احنا على موضة الوقت حتى نرسل محاضرة طويلة مباشرة راح نشتغل يعني نفس المثال متقييمات بس هالمرة اشتغل راح اشتغل كيس خلي نشوف الشون انكتب طبعا نفس التصميم ما كوي فرق بالتصميم هنروح الى الكماند راح نجي نكتب الكود خلي اهنان حتى يكون واضح امامكم كود نقدر نكبر هشوف سالة باستخدام باستخدام ايش باستخدام الكيس فبالتالي نجي اكتب سلك كيس تيكس وان ليش انا هدخل القيم في تيكس وان فالكيس الاولى الحالة الاولى اش هصير امائة واعنتبه هنانا هنانا تقريبا اعتقد اتجاوز الحالة اللي قبل شوية اللي وقعت بها الخطأ اللي هو قتله 90 اكبر فبالتالي يعني من 90 فما اكبر فبالتالي المية والمليون والعشر ملايين دخلت وين كلها بالامتياز فمن 90 الى 100 روح الى لابل 3 او تيكس 2 حسب تصميم القديم روح الى لابل 3 وابتبل جيد جدا الكيس الثالث الحالة الثالث هتكون من 70 الى 79 وانطيني ايش جيد الكيس ايضا من 60 هتكون الى 69 و 10 الى اخره الان نوصل للكيس الاخيرة اللي هي الراصب اهنان اش راح اكتب له كيس ايل اذا لابل 3 شي ساوي راصب ان سل راح نجي انطبق راح نجي هس انطبق مباشرة من اجي اكتب من اجي هس هنا طبقت مثلا 66 اوكي انطاني متوسط خلي نقول مثلا 14 انطاني راصب خلي نشوف اذا انطيت 100 ش ه ينطيني ه ينطيني انتبه شون اللي صار من طاني قيمة وانا ما ضل على الراس اوكي اذا امطيت 99 ايضا زين اذا امطيت 90 زين شنو الخطأ اللي صار هنا بالتنفيذ اوكي 8 شنطاني جيد جدا انتبه يا طلاب 45 هنا شنطاني راصب اذا يطبق كل شي طبيعي كل شي طبيعي 54 شنطاني مقبول زين 99 90 راصب زين حاليا ترى اكو خطأ بالبرمجة هنانه مو مانش قال له قال اوكي الكيس من 90 الى 100 هي عبارة عن ايش ممتاز زين اذا سويت له هنانه الى 99 دوت 9 وقلت لا اوكي خلي نطبق ونشوف شو يطاني امتياز شنو اللي صار ممكن احد هذا سؤال موجه لكم من كتابة لمية وطلاب للأسف 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 محاضرات مهلقة لتابعوها وهذا يبين طبعا من عدد المشاهدات بآخر محاضرة طلاب خلونا اصدقاء اوكي طلاب خلونا اصدقاء فقط طالب واحد دز الحل اللي اكو سؤال وعاشت ايديه وانطيرته خمس درجات على المعدل خمس درجات لين هو الوحيد اللي جاوب خمس درجات على المعدل اوكي طلاب عندما تتابعوا المحاضرات ومو يمكموا الشغلة وهذا مو زين طلاب نرجع هذا سؤال سألكم من كانت هنا بعث هنا اي درجة سأنا اخليها 91 اوكي اقول لي يطلع لي امتياز من اقول لي مثلا 88 يطلع لي اذا ايش جيد جدا من رجعت كتبت ل 97 ينطين امتياز لعد ليش قبل شوية من كانت هاي الدرجة هنا 100 من كانت الدرجة هنا 100 وجايد طب اشتركوا في القناة